هذا التجرف للأراضي في قرية حسان غرب بيت لحم هو الجزء الأخير من الجدار الحديدي الذي يقيمه الاحتلال بمحاذاة الشارع السيطاني 375 بعد أن استولى على قرابة 80 دنما على امتداد الشارع إجراءات هدفها منع المواطنين من الوصول لأراضيهم وحضمانهم منها من أول مصاري الحرب لحد الآن لا ندخل على الأرض في قرية حسان اللي هي موجودة بين المستوطنات الثنتين الأرض تبعتنا بين المستوطنات الثنتين يعني ظل العنبنا بدون كنابة شجرنا بدون كنابة أرضنا ظلت بدون إحراط حركونا كل الأرض إذ اللي ما نحركش طاحوا لقطوا وخذوا عبوا في البكس الجدار الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي اللي بعمر عسكري قامه بتوسيع الشارع الرئيسي لصالح المستوطنين هذا سيؤدي إلى عملية عزل دائمة المواطنين الوصول إلى أراضيهم قرار عسكري تضمن إقامة الجدار لتخطي مراحل كثيرة من إجراءات الاحتلال في السيطرة على الأراضي وفرض وقائع استطانية مستغلين حالة الحرب في تنفيذ المخططات بشكل متسارع يستخدم مسألة الحماية للمستوطنين أو المستوطنات كذريع لقدم مزيد من الأراضي الفلسطيني كل ما يهم الاحتلال هو ممارسة أقصى درجات الضغط سواء كان ضغط على المستوى الاستيلاء على ممتلكات المواطنين أو هدماء هو تهدف في المحصلة إلى تهجير المواطن الفلسطيني من أرضه ومن خلال فرض هذه الوقعة ما يهدف إليه الاحتلال في قرية خوسان هو ذاته في المناطق المحيطة بها من كرة الريف الغربي لبيت الأحم وينعكس أي إجراء احتلالي على المواطنين في المنطقة التي تعتبر استراتيجية من حيث موقعها وسعة أراضيها هذا الجدار الحديدي يعد المرحلة الأخيرة من فرض الخناق وحصار على قرية حسان من جميع جهاتها وفصل المواطنين عن ممتلكاتهم وأراضيهم لفرض واقع استيطاني احتلالي على ما تبقى من الأراضي من أراضي قرية حسان غرب بيت لحمهان فنون تلفزيون فلسطين